الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل برقية زي ما قال سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهناء إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقد أكد السيد الرئيس في هذه المناسبة على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين أيضا سيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي يهنق بايدن على فوزه بالرئاسة الأمريكية وأتصور أنه الأمر بيسير في الاتجاه الصحيح